ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً في شهر مايو الماضي إذ سجل 73.15% على أساس سنوية ووفقاً لبينية الرسمية فقد رفعت تركيا أسعار الغاز الطبعي والكهرباء قبل أيام وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه عاصفة مكتملة الأركان في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد الذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً الشهر الماضي وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكثيرة